السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا العبرار ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا الداخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبر ديزاد اليوم الحصة تعنا وين غادي نتكلموا وين جامال بالماضي في أقوى امتحان أمام الفيلة فيلة كوتيوار وين سيكون الناخب الوطني جامال بالماضي أمام امتحان عاسير هذه المرة لم يسبق له أن عاشه عندما يلاقي المنتخب الخوتيوار يوم ضمن إطار الجولة الثالثة من نهاية كأس أمام إفريقيا 2022 الناس كانوا يقول لك كيفاش مع عاشاش لا هذا الوضعية مع عاشاش هذا الوضعية مع عاشاش كنا ندخلوا كنا المركوب في المئة الميتون مركوب سينهي قال كانت كتع في المئة الميتون مركينالهم وقعدنا نلبوك أننا نسيروا في المباراة دعون هان يغين أبتوز يمتور كتع فيوا الوضعية مركينالهم ما يعمل فيهن يحنا الوضعية مركينالهم كيدان انقيني نرسي 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 قادم مركينالهم هناك كثير من تجهة المماراة تقولوا بchoك المرحلة التي اشترك بها ليش شيء مضي الماضي يشترك بها في هذه المرحلة، لعبين الشعب والناس دولة والسلطة في هذه المرحلة لم يكن لدينا حسابها لم يكن لدينا حسابها، نحن نريد أن ننجحهم اليوم ننجح الدعوة، الدعوة هذه الدعوة يجب أن تعود إلى ذاك المورال يقطع ذاك المورال يقطع هذه التي نقرأ، لنقرنا نربحهم لأنهم نفتو في ذاك المورال، لذاك أردنا لأنهم نصلوا إلى هنا نصلوا إلى هنا في هذه المنطقة، لدينا نطمئين ليس شيء حقنا لنخرجوا ليس شيء حقنا لنخرجوا ليس شيء حقنا، لنقرنا رافضين لنخرجوا لعابين طاقم فني ايداري شعب سلطان الناس قامشي بغيان نخرجوا خلص على ما نستاهلوش باش نخرجوا بهذا الطريقة ما نستاهلوش باش نخرجوا بهذا الطريقة هذه هي ضرورة الفوز امام منافس مجدد يعني بالنجوم وما يزيد من مأمورية بالماضي الصعب أن المنتخب كوتيوار يتمتع بطائفة من لاعبين هم أكثر قيمة مادية من لاعبين الذين عجزوا في مبارتين أمام سيراليون وغنية استوائية عن إقناع وحتى عن تسجيل أهداف عن تسجيل هدف واحد فقط كان أكثر ناس تشاؤما متأكد بأن شي باكما ستستقبل يعني كنتشوف أنت هي غنية الاستوائية عن إقناع وحتى عن تسجيل أهداف يعني هدف واحد وكان أكثر الناس متشائمين متأكد بأن شي باكما ستستقبل عديد من الأهداف وهو ما زرع اليأس لدى بعض وفقدان الثقة لدى اللاعبين بالخصوص على هذا أنا ما أكتبش عليكم أنا السيراليون قلت أنا قلت نضربها بخمسة أو لا غنية استوائية قلت نضربها على الأقل يعني باش نعاود نقول لهم مباراة وتنقارع باش نربحوا بثلاثة هذه كنا نحوصوا عليها أهنايا المهم وإن الضروك بقات يعني كنا نقولوا بللي غادي نربحوا غادي نديروا غادي بسرح الله وما يزيد من مؤمورية بالماضي الصعبة أن المنتخب الكوتيبوار يعني وإن لعامة ومركاو زارو شبك ذاقوا الأهداف إحنا ما زال خاصة وإن تلاقينا مع فاريق بين سغرهم وسأني من جمع سغر الكوتيبوار فاريق موتواضع ونقولوا فاريق متواضع خليها فاريق متواضع أما الضربة الكبيرة هي الأرضية السيئة التي لا تصلح لممارسة كرة القدم الملعب مباراة في دولة ستكون على منتخبين فالكوتيبوار نجوم من زاوي القيمة العالمية الذين ينشطون في أكبر ملاعب أوروبية في إيطاليا الإنجليس وألمانيا ما يعني سقوط هذه الحجة يعني علينا وعليهم هذه الحجة غير معنية حجة هذه تعالى الملعب علينا وعليهم السحور غير معنية قد قد يمير أبو الكنس بالجنون المنتخب يعيش عز ذهني طعم عزين ذهنيا وتعرض المنتخب الجزائري لذغوطات واستفزازات إلى درجة لا يتصورها الإنسان في مبارتين أوليان وليس لها أي عز من أن يمر على هامش وعدم الفوز والخروج من الدورة الإفريقية يعني فيها القرعة يعني وأن رحمتنا فيها القرعة بمقابلة منتخبات عادية ومنحت التأهل حتى لأصحاب المرتبة الثالثة ستكون هزة نفسية عنيفة قد تؤثر على رحلة الخض نحو كأس العالم وستؤكد بأن المنتخب الجزائري يعيش تراجع لاهيب من سلسلة المباريات الكثيرة من دون هزيمة إلى سلسلة بدأت تطول من مباريات دون انتصار وسيكون الخوف الأكبر في تضيع بطاقة التأهل لكأس العالم في شهر مارس من السنة الحالية وهو أهم هدف يعيش لأجله جمال بالماضي لأن شعب رفايق بهذه الحياة بسعال سنقوم بشعب مفاق وراء المنتخب الوطع من أجل ماذا يعني عايشين من أجل كأس العالم لكي نرحو له هذا أمكان هذا لكي نرحو لكأس العالم كان أمور لم ينعم أي مدرب في التاريخ الجزائري بما في ذلك شيخ ربح سعدان بثقة الأنصار كما ينعم بها حاليا جماب الماضي حيث سمحوه على الكثير من الأخطاء الفنية التي ارتكبها أمام بوركينافاسو يعني نجيوام بوركينافاسو أمام سيراليون وخاصة أمام غينية الاستوائية ولم يحمله مسؤولية وهو الذي حمل نفسه المسؤولية حيث لاحظ الجميع إفلاس في الأفكار من أجل كسف هذه الحاجز النفسي والتاكتيكي الذي جعل رياض محرز عاجز عن لمس الكورات فيما بالك الإبداع بها هنا أريد أن تهدرك معك يقولك أنت يا رك ذات جامعة بالماضي وليس تحضر أنه لا يوجد مدر وليس يقولك أنه يقوم بها وليس في 2017 وقالوا له ديقاش فماك كانوا مكملين مع كبناصر وقالوا في وقت حساس وقالوا نحن في الماضي الشعب يجب لا يجب المدرب صحيح مدرب لا لازم هو فانك يدي العبرة لازم جامعة بالماضي يدي العبرة ما هو إنسان معصوم لا ينتقد إنسان معارض للانتقاد لأنه شخصية عمومية لانتقاد يكون بالناء نحن يقولون يجب اللعبات يجب منها يقولون يخلق منافسة في المجموعة منافسة للعباء وانتراخوا لعبارهم تراخوا بالزاب نلعب لا نلعب بلاستيكينا لا نلعب بلاستيكينا ندير ديقات بلاستيكينا بلاستيكي نحن يعني مكاش الهدر بلاستيكي البيت ميلاد ويصيب عيني وعلى صاحب يشوف ذلك يقول لك عنده لا نقول بل لم يتنزل المنافسة كان المنافسة والله يأتي يقول يأتي يأتي اللي غادي يجي يعني في بلاس محرز اللي غادي يجيره بلاس وتاع محرز غادي يلعب ما يلعبش ما يلعبش لكاش كانوا عنده ثلاث كرعين باش يلعب احنا المهم وينو قلو باللي جمال بالماضي حيث لاحظ الجميع إفلاس في أفكار من أجل كسر هذا الحاجز النفسي والتاكتيكي الذي جعل رياض محرز عاجز عن لبس الكرة فما بلك ابدأ بها وين كثير من وين حيث جمال بالماضي وين سماحوه على الكثير من الأخطاء الفنية التي ارتكبها أمام سيراليون وخاصة أمام غنية استوائية ولم يحملوه أي مسؤولية نحن ناظر وك جمال بالماضي يعني اختبار قلو باللي امتحان عاسيد يقول يا ري قدامك عدتوا الشعب شعب صبر الشعب صبر معكم ما تقولوا الشعب جاء ضدنا ولا الشعب يكرهنا ولا كشكامنا كدوا لك الشعب باقيها عندكم أنتوما ثم ردوا الاعتبار كما يقول لك ردوا جمال الشعب هذا مكان شكرا لكم